تلاقينا بكم مرة أخرى في قناة النهار اليوم أنا أخي قلت لكم أنا موارف نقول مثلاً هاذ الجيهة طال وهاذ الجيهة هابطة كي تتلف لي واش نقول؟ نقول شاك شوكا شاك شوكا اليوم راح يتلفد لي واش نقول؟ شاك شوكا قبل ما نبدأ واش شاك شوكا نبدأها بحاجة زينة بحاجة زينة لازم المهار طول أخضر حطوه على الجيه إحنا في الحقيقة رانا تقريبا رانا نتبعوا في التنمية المحلية على مستوى الولايات وعالولايات عدنا 48 ولاية وفي كل ولاية فيها والي وكل ولاية فيها منتخبين وكل ولاية فيها رجال أعمال وكل ولاية فيها أعيان يجمعت الخير التنمية هاذي البلاد هذي البلاد راحي قارة الله يبارك الجزائر راحي قارة اللهم صلى عنه Seg Sahajay مشي معنى هارم انا هادروه هاكذا وخلاص لوقات الخشب. قارة عالصح. التنمية بها تكون لازم اليدين قاع يتلموا ويتعاونوا. احنا ملوموش كينا هادروه نقوله الوالي الفلاني ولا الفلان فلاني ولا الوزير الفلاني ولا شاف دائرة ولا هي بالحقيقة المسؤولية ولا قينتحملوها قاع. لانو الولايات بها طافا ونصي لازم الوالي يخدموا معها المنتقبين. ويخنطبوا معاه اه الاعيان تاع المنطقة. يكون عدم هادف واحد هو خدمة الولايات واهل الولايات التنمية المهم. احنا الولايات دائما نقوله الولايات هابطين واحد ط الا واحد تتبطوه لكن كان الناس خدامين اللهم صلي عنو بي وهذ النس وقدي نافرح بيهم ونفرحوا بهم ونطلعوهم وكي اقلطونا نبطوهم. عدنا وليات المستقانيم اليوم نبدأ بولات مستقانيم.ولاية مستقانيم حقيقة ورب يره يعمل. ولاية مستقانيم فيها والي كما الولايات مثل بلعباس المسيلة البليدة كلما سكيجا Lima ولاي و interdisciplinary كاين ولايات ولايه WE 是quadneyم فيها وليا عنده مع 잠깐 ونصÖ من اللجا وهذا ونتعين والي اللهم صلي عن بي بشهادة اهل المنطقة الوالي يعني افانسا ياسر ياسر اللهم صلي عن بي كنا زرنا مستغاني مش حلوة مرة البارح البارح دار تجشين والقضية هذه عندها رمزية دار تجشين تع سيوتي تع الردم التقني والله العظيم ولو انه حاجة يعني هي في الحقيقة بسيطة الردم التقني هذا باش نتخلصه من النفايات والاوساخ تعنا اعفاكم الله ولكن هذي تحسب وخطوة زينة ايجابية نتمنوا انه جميع الولات خاطر صراحة خلينا رحو شوف القاضية بعد نهضر لك على الردم التقني هاي روح اخواص هاولك الردم التقني شوفوا كيفها داير اقلع النووي شوفوا كيفها داير شوفوا 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 البيلدوزان كيفها دبان شوفتوها دبان كيل قملة كبيرة الردم التقني هذا قضاء على وقيل عشرين مفرغة عمومية عشوائية هاد الردم التقني رحو شوفوا يا جماعة الخير احنا دايما نمشوف الولايات الصراحة الاوساخ رايم كلاس يا رقم واحد الاوساخ في الشوارع في الطرقات في الاحياء كلنا الوساخ كلنا الزبل كلناتنا الامراض من الوساخ تطيعنا ماقدرناش نتقلبو على الاوساخ ماقدرناش نقضع الاوساخ يا عباد الله هذا اقل شي لوساخ يا عباد الله مزنان قاحلون حاربو في الوساخ كلانا الوساخ كلانا الزبل في كل مكان قالوا الحاجة كما هذين افرحوا لها وحنا ماذا بينا الولات اه المشاريع تعل الردم التقني هذا والله العظيم صراحة المشاريع تعلن الردم التقني ماذا بيكم ديرهم اولوية تفنسيوا فيهم وتأطروا الحالة به تولي بلادنا نقية وانضيف اللهم صلي عني بي وارروحونا فنسيوا بشوية بشوية هذا هو الردم التقني تاع سيوتي قمنا اليوم بتتشين مركز للردم التقني على مستوى بلدية سيدي علي يعتبر هذا المركز هو الرابع على مستوى ولاية مستغنم منذ سنتين هذين سنتين اخيرتين يبقى المشروع الخامس هو في طول الانجاز وسوف يسلم خلال اسابيع قليلة ان شاء الله هاد العملية هذي ممكنتنا من ازالة اثنين وعشرين اه مفرقة اثنين وعشرين مفرقة مفرقة عشوائية هي اللي كانت يعني تشوه المنظر ويعني تلوت البيئة المحيط ومكنتنا ايضا من تحكم احسن وافضل والا هذي 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 encontra ونقل هذه هذي 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 هذ Weg السيد الولي هذا رابحي والي ومس اولي وليط مستغنم